كلب بومرينيان هو سلالة من الكلاب الصغيرة نشأت من مقاطعة بوميرانيا وهي منطقة تقع اليوم على جانبي ألمانيا وبولندا يتميز البومرينيان بطابعه الودود وطاقته العالية يتميز بالذكاء والهدود لذلك يعد أحد أفضل الكلاب التي يمكن تربيتها داخل المنزل في هذا الفيديو سنتعرف أكثر على هذه السلالة واحتياجاتها وسلوكها صفات كلاب بومرينيان كلب صغير الحجم له وجه يشبه الثعلب وله شعر طويل وناع مزدوج الفراء إن الفراء الداخلي قصير والخارجي طويل ولا يتسبب في الحساسية ولها آذنان منتصبتان عينها داكنة ولوزية الشكل ذيلها ملتوي لجهة الظهر أنفها قد يكون داكن أو بلون الفراء الذي يأتي بألوان متعددة يتميز كل صنف من أصناف الكلاب بصفات شخصية خاصة به ومنها كثير النباح يدخل في تحديات على الكلاب الكبيرة يتحمل الطقس الباردة لكنه لا يتحمل الأجواء الحرة لا يرغب ببقائه لوحده في المنزل كلب سهل تدريب يتمتع بذكاء عالي متوسط النشاط مخلصة وجريئة ومستقلة متيقظون وفضوليون ميلها إلى الشخير قليل ميلها للحفر في الأرض قليل كلب حراسة جيد والتنبيه في حالة وجود الغرباء من الممكن أن يكون عنيدا يستمتع بالبقاء داخل المنزل عند التعامل مع كلاب بومرينيان سبيتس لا بد من اتداع النصائح التالية يجب تدريبهم على موضوع النباح لكي يقللوا منه يمكن تدريبها على القيام ببعض الحيل يمكن تدريبها لتكون كلاب علاج تساعد المرضى وكبار السن تحتاج إلى تمارين رياضية عشرون دقيقة يوميا ينصح عند تدريبهم في البداية باستخدام القفص يجب تدريبها وهي جراء على طريقة قضاء حاجتها لأن تدريبها بعد البلوغ يعد صعبا للغاية يجب وضع الحدود عند التدريب والتصرف بحزم ومحبة إذا أساء الكلب التصرف كلاب جيدة للمقتدئين هذه الكلاب أسهل من غيرها يتعلمون بشكل أفضل وهم بسيطون إلى حد ما كما أنهم يتمتعون بالتعامل بشكل أفضل مع أخطائك أو تناقضاتك كلب حنون مع العائلة بعض أنواع كلاب البوميرينيان مستقلة ومعزولة حتى لو قام نفس الشخص بتربيتها منذ الصغر يرتبط الآخرون ارتباطا وثيقا بشخص واحد ولا يبلون بالآخرين والبعض يغمر الأسرة كلها بالمودة ليس التكاثر هو العامل الوحيد الذي يدخل في مستويات المودة تشعر الكلاب التي نشأت داخل منزل مع أشخاص من حوله براحة أكبر مع البشر وترابط بسهولة أكبر كلاب بوميرينيان صديقة للغرباء والبعض الآخر خجول أو غير مبال أو حتى عدواني ومع ذلك بغض النظر عن السلالة فإن الكلب الذي كان اجتماعيا وتعرض للعديد من الأنواع والأعمار والأشكال المختلفة من الناس كجروا سيستجيب بشكل أفضل للغرباء بعد بلوغه تصرف كلب بوميرينيان في البيت على الرغم من صغر حجمه فإن كلب بوميرينيان لديه نباح عال في بعض الأحيان لا يعرفون متى يتوقفون عن النباح وهذا الأمر يمكن أن يكون مزعجا في البيت لذلك من الجيد تدريبهم على توقف عن النباح تغذية كلاب بوميرينيان أطعامة ضرورية لكلاب بوميرينيان من الضروري الانتباه إلى النقاط التالية عند تقديم الطعام للكلب أغذية غنية بالبروتين بحيث لا يقل عن 40% من الوجبة مثل الدجاج، الديك الرومي، لحم الضأن، لحم بقر أغذية مفيدة لفراء الكلب مثل زيت السلمون، بذور الكتان، كابدة الديك الرومي الأسماك، النشويات مثل الأرز والمعكرونة، الخضروات مثل الجزر، البطاطا، الكوسة، السبانخ توفير المياه النظيفة بشكل مستمر تعد الأطعامة النية كأطعامة مفضلة لهذه الكلاب أطعامة لا تناسب كلاب بوميرينيان سبيتس يجب الابتعاد عن العناصر التالية والتي قد تشكل خطراً على صحة الكلب ومنها تجنب المواد الحافظة الأطعامة الحرة التي تسبب آلاماً في المعدة العظام النيئة لما لها مضر على أسنين الكلب وفكه بعض الأغذية مثل الشوكولاتة، الكفين، الثوم، العنب، الزبيد، البصل، القهوة، المكاديمية القمح، الذرة، جميع الحبوب، أصبغة الطعام، الزيوت النباتية، بروتين البازيلاء ملاحظة، يعتمد مقدار ما يأكله كلبك البالغ على حجمه وعمره وبنيته واستقلابه ومستوى نشاطه الكلاب أفراد تماماً مثل الناس ولا يحتاجون جميعاً إلى نفس القدر من الطعام تحدث جودة طعام الكلاب الذي تشتريه فرقاً أيضاً فكلما كان طعام الكلب أفضل كلما ازدادت رغبة الكلب في التغذية أكثر احتمالية زيادة الوزن بعض السلالات لها شهية كبيرة وتميل إلى زيادة الوزن بسهولة يمكن أن تسبب زيادة الوزن مشاكل صحية للكلاب إذا اخترت سلالة معرضة للتعبئة بالوزن فستحتاج إلى الحد من المكافآت وتأكد من حصولهم على تمرين كاف وقياس حصصهم الغذائية اليومية في وجبات منتظمة بدلاً من ترك الطعام طوال الوقت احتياجات كلاب البومرينيان الصحة العامة بسبب ممارسات التكاثر السيئة فإن بعض السلالات معرضة لبعض المشاكل الصحية الوراثية مثل خلل التنسج الوركي هذا لا يعني أن كل كلب بومرينيان سيصاب بهذه الأمراض هذا يعني فقط أنهم في خطر متزايد إذا كنت تملك جروى فمن الجيد معرفة الأمراض الوراثية الشائعة في السلالة التي تهتم بها قد ترغب أيضاً في السؤال عما إذا كان المأوى أو الإنقاذ الخاص بك يحتوي على معلومات حول الصحة البدنية للجرو المحتملين الوالدين والأقارب الآخرين كما تعاني العديد من الكلاب من مشاكل في الحركة مع اقترابها من الشيخوخة العناية بالفارغ يبدو فروها من الصعب العناية بك ولكن في الواقع هو كل ما يحتاجه هو التنظيف المنتظم بالفرشات تتألق عيونهم الداكنة ذات الشكل اللوزي بالذكاء والفضول يمكن أن تكون أنوفهم داكنة أو بنفس لون مع عاطفهم مراوحهم المميزة ذات الذيل المتدرج على ظهورهم يأتي كلب صغير طويل الشعر في مجموعة متنوعة من الألوان الصلبة والأكثر شيوعا هو الأحمر أو البرتقالي أو الأبيض أو الكريمي أو الأزرق أو البني أو الأسود حجم كلب بومرينيان يبلغ طول كلب صغير طويل الشعر من 7 إلى 12 بوصة ويزن 3 إلى 7 أرطال بعض الموليد لديهم كلاب صغيرة تعود إلى الأيام التي كانت فيها أكبر حجما وتنمو لتصل من 12 إلى 14 رطلا أو أكثر يمكن أن تكون هذه الجراء فيارا منتازا للعائلات التي لديها أطفال الصحة والأمراض كلب بومرينيان يتمتع بصحة جيدة بشكل عام ولكن مثل جميع السلالات فهو عرضة لظروف صحية معينة لن تصاب جميعها بأي من هذه الأمراض أو كلها ولكن من المهم أن تكون على دراية بها إذا كنت تفكر في هذا الصنف الحساسية يمكن أن يعاني بعض بومرينيان من مجموعة متنوعة من الحساسية تتراوح من الحساسية تلامسية إلى الحساسية الغذائية إذا كان كلبك يلعق أقدامه أو يفرق وجهه كثيرا اشتبه في إصابته بالحساسية واجعله يفحصه الطبيب البيطري غصرع بعض بومرينيان يصابون بالصرع ويعانون من نوبات إذا كان يعاني من نوبات خذه إلى طبيب البيطري لتحديد العلاج المناسب مشاكل العين بومرينيان معرضون لمجموعة متنوعة من مشاكل العين بما في ذلك إعتام عدسة العين جفاف العين جفاف القرنية والملتحمة ومشاكل القناة الدمعية يمكن أن تظهر هذه المشاكل في الكلاب البالغة وقد تؤدي إلى العم إذا لم يتم علاجها اتصل بطبيب البيطري إذا لاحظت أي أحمرار أو ندبات أو تمزق مفرد مشاكل الأسنان البومرينيان عرضة لمشاكل الأسنان واللثة وفقدان الأسنان في وقت مبكر راقب مشاكل الأسنان واستحب الكلب إلى طبيب البيطري لإجراء فحوصات منتظمة للأسنان اشتركوا في القناة